أني نقول لكم بصريح العبارة أهم شيء بالنسبة لي في هذه الحياة أن تنهض الجزائر أن تقوم الجزائر أن تكون لدينا دولة بحق أن يكون لدينا شعب يشعر بأن الوطن وطنه أن يكون لدينا شباب ما يهربش في البوطي أو للمخدرات أو للانتحار أو لأي شيء آخر أن تكون لدينا زراعة نأكل من أهل هذه الأرض الشاسعة عشر مساحة في العالم أن تكون لدينا صناعة ننافس بها الصناعات العالمية أن تكون لدينا الجامعات تدخل على الأقل في المئة الأولى من الجامعات العالمية أن يكون لدينا نظام تربوي وتعليمي ومهني ينهض بالملايين من الشباب الضائعين أن يكون لدينا تكنولوجيا ولدينا عقول جزائرية رهيم طيشة في كندا وفي تركيا وفي أمريكا وفي قطر وفي الإمارات وفي فرنسا وفي إسبانيا من هذه العقول سوى في الطب أو في الهندسة أو في التكنولوجيا أو في الإعلام الآلي أو في غيرها أنا هنا لراكم مرعوبين وتسألون الناس عني طول الوقت لعلي تصلت بواحد أو لعلى واحد تصل بي أو أنا لست أنافسكم على السلطة وقلتها قبل سنوات طويلة أنا أريد فقط أن تنهض هذه البلاد وأن يكون هذا الشعب حر في وطنه وأن تنفذ وصية الشهداء لقالوا نبنو دولة حقيقية دولة تأخذ ما يريده الشعب تقاليد ثقافة دين أخلاق دولة تقوم لنا لدينا كل الإمكانيات المادية والبشرية ولكن لدينا جماعة إجرامية أنا لراكم مرعوبين مني أنا بعض الأحرار وبعض الحرائر نساوا رجال هؤلاء جميعا لا يريدون إلا ازدهار ونهضة هذه البلاد أكثرهم لا يفكر أصلا أن يكون في منصب أو أن ينافسكم على منصب أو على سلطة نريد أن يكون لنا جيش يصنع سلاحه ليس يمر على الإمارات وغير الإمارات أو الخردة الروسية أو غيرها الإيطالية أو غيرها نريد أن تكون لنا سياسة خارجية تدافع عن الضعفاء وقبل ذلك تدافع عن مصالح الوطن ومصالح الشعب وليس سياسة خارجية تحت الرونجيرس الاستعماري وهمها الأكبر وينت بلاسي عناصر العصابة في السفرات والقنصليات القنصلية العامة ما زالت على رأسها زوجة بوقدون هو زير خارجية وهي قنصلة عامة في جمهوريات الموز وما تمشيش أن يكون الزوج مسؤول على زوجته في وظيفة عامة نريد فقط أن تكون هذه الأموال التي تهرب وهذه الناس التي ترجع هذه الأموال التي هربت ويشعروا الناس أن هذه الأرض أرضهم ويتوقف أن يصل الكبار المجرمين إلى المناصب العليا ثم تضاربوا الدخلوا بعضاكم للسجون نريد أن يتوقف الجنرالات عن سجن بعضهم البعض وعن تعذيب بعضهم البعض وعن تشريد بعضهم البعض نريد للأجنحة أن تتوقف عن الصراع وأن يهتموا بالجيش وأن لن يرسلوا أبناء الجيش من أجل استعمار بشيموت ويقتلوا الأفارقة أنا وأمثالي من الحرائر والأحرار لا يريدون إلا أن تكون هذه البلاد بحق أرض لأهلها أرض لشعبها ما يبقىوش الناس عشرة ساكنين في زوج غرف أو ثلاث غرف ما يبقىوش الناس يبيعوا الكوكا والكلينيكس أو يسرقوا بش يعيشوا ما يبقىوش الناس كي اللي بعضهم يبيع عراضوا باش يأكلوا يشرب أنا وأمثالي الأحرار والحرائر والحقيقة أنهم بالملايين في هذا الوطن لا يريدون في الحقيقة لا يريدون بكم شر ولا يريدون إعدامكم في الصحة العامة ولا يريدون ذربكم بل كنت ممن عرض عليكم باسمي الخاص في نهاية المطاف رأيي الخاص أن تعطى لكم حصانة إذا لكم خايفين عن الجرائم البشعة من تعد تسعينات وغير تسعينات ما قبلها وما بعدها ما تقدروش تراجعوا نفوسكم في لحظة وتقولوا ورنا رايحين